سفراء النظافة مبادرة تطوعية أطلقها ونفذها لفيف من الشباب في العاصمة بغداد هدفها تنظيف ضفاف نهر دجلة من النفايات التي غزت النهر نتيجة للفساد والإهمال من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها أمانة بغداد مناظر جميلة وبيئة نظيفة وأجواء صحية هو الهدف من هذه المبادرة التي يريد الشباب من خلالها إيصال رسالة تحاكي نشر السلام والمحبة في المجتمع الذي أثقلته الأزمات ومنها انتشار التلوث والتمين نحن مجموعة مع الشباب كلها هذا الموظف هذا الطالب هذا الدكتور هذا المم يتعين كلها التموا على مدصر محافظة بغداد أجمل محافظة مثل قبل نريد نغير بشي بسيط حتى لو قدر واحد بالمية نحن نسوي التغيير نحن نسوينا أو ما نسوينا هذا شي ما منموس من الحكومة بس نحن الشباب لازم شوية حتى لو واحد بالمية أحد المتطوعين في مبادرة سفراء النظافة وجه رسالة إلى سكان بغداد والمحافظات كل جمعة سنبدأ حملة جديدة فالمطلوب منكم أن تبعون أبناكم وتبعون أطفالكم أنه لا يشبرون النفايات بالمناطق الغير مخصصة لها عدد من سكان بغداد بدورهم أشادوا بجهود فريق المحاربين قادة الحياة كما يطلقون على أنفسهم وأكدوا أن انتظار التحرك من قبل أمانة بغداد للقيام بواجباتها مضيعة للوقت شوف يتطوع من الشباب هاي الحلوة باوع عشان جاي تنظفه البلد بلدهم والنظافة لهم هو هذا بلدهم لازم يحافظون عليه ولا الأمان أنا أقول لك سكم بكم لا تباوع ولا شوف هاي الوساخة وهاي الزبال وتشتغل وين يطلع واحدهم يحتي يقول لك بس أنا نظفه بس هو جاي يسوي آلية وكل تشرف موازنات مليارية خصصة لأمانة بغداد على مدار عقدين من الزمن ومسؤولون كثر تعاقبوا على إدارة الأمانة والنتيجة تلال من النفايات وبنية تحتية خدمية تلفظ أنفاسها الأخيرة اشتركوا في القناة